أتعلك سؤال غريب شويتين يناير اللي فات الأهلي عنده نقصان في خط الدفاع بسبب إصابات وسبب رحيل بعض اللاعبين فالأمور صعبة اللي بيلعبه رامي ربيع ومحمد عبد المنعم والباقي مش موود يعني حتى محمد بيتولي بعيد خالص يعني بقالوه فترة ما فكرتش في ضحزة كده قلت إيه الأهلي ممكن يخبط الباب ويقول لي ما تيجي يا سعد في يناير محتجينك معنا تشين معنا شوف انا بكلمك في حتة إنسانية على فكرة مش مهنية إنه إنت قاعد معنا بس كده تقول إيه والله في النصان ده علي حد بيخبط عليه يقول لي تعالى سعد اشتغل معنا الفترة الجاية هو يعني اللي إنت بتقوله بالنسبة لي ما كانش في الحسابات لسبب لإن أنا لما جيت خرجت يا كريم أنا اللي طلبت إن أنا أخرج فلما تيجي تطلب إن إنت اللي تخرج فأنت عارف إن وقت الخروج بتاعك إنت كنت شايف إن ده الوقت الأنسى فما فكرتش في أي حاجة تانية إلا إني أنا كنت إصابتين وعادت سنة ونص وقت طويل جدا محتاج تلعب وبصراحة في الوقت ده كان الكابت الخطيب يعني أنا عادت عام شكل شخصي وعادنا مع بعض في المكتب عنده وكلمنا وقت طويل جدا وكلم في كل حاجة يمكن الناس ما تعرفش في ناس فاكرة إنه إنا ده طلب إن إنت يعني بالعكس أنا اللي طلبت إن أنا أخرج كان الكابت الخطيب في الوقت ده طلب مني إن أنا كمل عادي أنا كفضيلي سنتين وطلب مني أنا كمل السنتين كل مرة الأهلي في العيب يمشي من الأهلي يطلع بيان توضيح وشكر وتفاصيل كتير يعني أنت ما شايانك من الأهلي كان ما شايان بينك وصين كده مثالي يعني الحمد لله يعني أنا حتى قلت ساعتها اللي بيزرع خير بيحصد خير يعني اللي بيزرع حاجة صح وبعدين لقيت تأدير واحترام كبير جدا من الكابت الخطيب كلام الألهولي نفس الكلام اللي نزل في البيان ولقيت الكابت الخطيب يعني مسجل كل المواقف الإجابية اللي أنا عملتها في النادي في الـ 14 سنة اللي أنا كنت موجود فيهم من النشئيلي الفريق الأول فبالعكس كانت حاجة بالنسبة لي مشرفة وحاجة كبيرة جدا تعرض علي اللي أنت عايزه تعرض علي حاجات كتيرة سواء شغل سواء أنت تبقى كادر بعد كده فطلبت من الكابتن محتاجة لعبه كان في بقى تجربة فيوتشر تجربة جديدة وكانت حاجة جديدة بتتعامل كنت حابب أن أنا خدها كنت رايح كابتن فريق برضو ورايح بتحديات وأفكار وحاجيلك على فيوتشر وحاجيلك كمان على أسر مهار كيلو بطرة يعني الصورة دي إيه الصورة دي يعني كانت بالنسبة لي يعني كان عندنا احتفال يومها تكريم من النادي الأهلي وكان في احتفال بالنسبة لي أن أنا خلاص هاخرج من النادي عورة وكده ساعتها أنا أول مرة حد يشوفني ببكي يعني أول مرة كله مدعوب بقى بخزر وبحك وكده ساعد فيه دحك أعدم موجود ساعدي بقى حنتحك كلنا فما قدرتش بقى أمسك نفسي يعني اللحظة كانت صعبة بالنسبة لي يعني برضو افتكرت عمرك كله اللي قبضته في النادي وإن أنت مش هتبقى موجود يعني دايما كنت بقول لي وليد العربية عارفة بتروح النادي إزاي لوحدها يعني لأن وليد إحنا كنا ساكنين جنب بعض فالموضوع كان مؤثر بالنسبة لي يعني أفشا بيقول لي يعني اسمات أفشا في اللقطة زي دي بيقول لك أنا كنت فاكرك بتهزر اه مش بتعاق لا مش هو الوحد وكاسم حد والوحد كيبا بيعادش بجد صح وكان طاهر وكان وليد يعني ما كانوش متوقعين بتعاملوا معاك إنو دا بقلب مسك نعمش فينا بقلب بقول لك كمال خفاية وبتاعه وبيصور